وضعت السكر في الشاي ونسيت أن أحركه وشربت منه فكان طعمه مرة ولكن أعلم أن مرار الشاي لا تعني أنه يوجد به سكر فمجرد تحريك الشاي ستظهر حلاوته فالسكر موجود ولكنه يحتاج من يحركه كذلك الخير والحب موجود عند غالبية البشر ولكنه بحاجة إلى من بلطف يحركه حركوا الخير والحب في نفسك ونفس من تحبون ووقتها ستشعرون بحلاوة طعم حياتكم وتكسبون طبيعة أسما وأرض فيما أن بل قطعة السكر أعطت للشاي ما لديها ثم اختفت كذلك المعروف بحياتنا عليك أن تكون قطعة السكر حتى وإن اختفيت تركت أثر جميل فمثلها كن أنت فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها وسليم في شائته حسب عجزه زعلا من نفسه إنه مقدرش يحميها أو يحافظ عليها وإحساسه باليأس بدأ يتملك منه تاني ودخل قط وقعد يفتكر ذكرياته وبيبكي وبيقرأ قرآن وشوية وقرس الببران وبيفتح وبيلاقي نغم قدامه تعبنة جدا وأول ما بتشوفه بتقوله سليم وبتقع عليه وتغمض عينها وسليم بياخد أف حضنه وبيصرخ بصوت عالي نغم قومي سليم ما كانش عارف يعمل إيه بس حسب فرحة كبيرة لمجرد إنه شاف نغم وإنها بين إيده وبتلقى إياه لأنفسه بيسجد وبيشكر ربنا وبعدها يشالها ودخل قضة النوم وحطها على السرين وبدأ هو يعالجها وبعد ما غير لها هدمها كان فيه جرح في رجليها يتعامل معاه وكانت درجة حررتها عالية وبدأ يعمل لها كم مدات وكلم أهله طب منهم إنه نغم رجاد بس طلب منهم إنه محدش يجي لأنه هو اللي عايز يهتم بها وفكر كذا مرة إنه يوديها المستشفى بس كان خايف عليها وكمان هو مش عارف حصل معها إيه فعشان كده هتم هو بيها وفضل حوالي 8 و 40 ساعة صاحي ونغم نايم بس لاحظ حاجة غريبة إن هي طول الوقت حط إيدها على بطنها وسليم مش فاهم السبب وكل ما يشيلها تحطها تاني لدرجة إنه نفتكر إنها حسب واجع في المكان ده وفعلا بدأ يفحص جسمها كله بلطف علشان يتطمن عليها وبعد وقت مش قليل فاتحت نغم عيونها وهمست ونرجع في لاشباك النغم كانت بتتكلم هي والدكتورة ومرة واحدة نغمت النحت لما شافت محمود وايف قدامهم وتقريبا كده سمع كل كلامهم بس في ظل ساكت للحظات وكان دهدوء من قبل العاصفة لإنه قرب منهم والتنين هيموتوا من الخوف من نظراته وراح مسك الدكتورة من دراعها وشدها بقوة ونادى على واحد جاء أخدها وهو قرب من نغم وقال لها عايزة تمشي عايزة تسيبيني تاني لا يا نغم مش هسمحلك تبعدي عني تاني وانا كنت خايف عليك وعلشان كده جبت الدكتورة تنزل الطفل ده بس انت شكلك كده عايزاني اني نزله بإيدي وفضل يقرب منها وهي كمشانة جدا في نفسها وتاخد نفسها بالعافية وبتحاول تخب عيونها منه علشان ما يحسش انها ضعيفة وكان لسه يلمسها ولقى شخص ماسك ايده وبيرفع عينه بيلاقيها صبرين سيبي ايدي احسن لك كده هتموتها في ايدك وانت اللي هتخسر ملكش دعوة اطلعي برا انا لازم اتخلص منه تمام انا خلصك من الطفل ده بس سيبها لي ومحمود بيبص لها وهز دماغه بالموافقة وسبهم وخرج ونغم بصت لها بخوف وخيفة منها جامد وخاصة لما قربت منها ومن خوفة حطت ايدها على وشها وغمضت عيونها وعيطك ونغم قعدت عيط مش عارفة تقول ولا كلمة بس الغريبة انها فتحت عيونها لقت الست ده حضنتها وبدأت تبكي هي كمان ما تخفيش انا مش هأزيك انا هساعدك ونغم بفرحة بجد بجد هتخلي نمشي ايوه بس لازم الاول تكلع عشان تتحسني ونغم نوعا ما خافي التاني بس حاول تطمن نفسها ان ربنا معها واكيد مش هيخزلها وفعلا صبرين كانت صدقة معها واستنت الوقت المناسب وساعدتها وجبت لها ازدال وانقاب وطلعتها من البلد وبعد كده كملت نغم الطريق لوحدها وطبعا في وضعها ده كان صعب عليها جدا بس قومت واستحملت لحد ما وصلت لشقتهم بس كان خلاص فقدت كل طاقتها ونرجع باك بالنغم بدأت تستعيد وعيها واول كلامها قالت سليم نعم يا قلبي سليم ما تخفيش انا جنبك ونغم بدأت تبكي وافتكرت اللي حصل وسليم اخدها في حضنه وحاول يهديها وبعد فترة بدأت نغم تهدأ وحكيت له كل حاجة حصلت معها من وقت ما قامت من نوم ولحد ما لقاها وسليم طمنها ووعدها انه هياخد لها حقها وفعلا عمل مكالمة ومحمود اتمسك علشان يتعاقب عن اللي عمله في نغم وعد كذا يوم ونغم وسليم مع بعض وهو بيحاول على قد ما يقدر يحاول ينسيها وبتعامل معها بلطف كبير وهي كمان بتتجاوب معه وبتسميتها رجع التاني وراحوا الفيلا وكل بتطمن عليها وطالر حديث بينهم وفي الفترة دي مش بس نغم وسليم قربوا من بعض ده كمان تيم وحياة قربوا من بعض جدا وحياة حبات حياة صغيرة وتعلقت بيها للدرجة تيم بدأ يغير منها وطول الوقت كانوا بيخرجوا ويتفسحوا وتيم بيرأي بابتسامتهم اللي اتنين واول مرة يحس بعوض ربنا ويعرف هو قد ايه عوضوا جميل وهيدي خرجت من المستشفى بس الاول مرة تعرف معنا الاهتمام من حسام اللي حول حياتها لحاجة تانية خالص بحب الحقيقة لها اللي كانت فعلا محتاجة وبتدور عليه وهي ما كانتش وحشة بطمعها بس هي حياتها اللي صنعت منها شخصية هايدي البنت المغرورة الانانية وده علشان هي من وقت ما تولدت وعمرها ملأة الحب او الاهتمام اتولدت يتيمة وابوها كان بينفز لها كل اللي بتطلبه وبيدعمها في قررتها اللي كلها غلط وحياتها كلها كانت عبارة عن شربه ورأسه وخرجات وحاجات كتير فطبيعي انها تكون كده عايزة تكون هي ايه بس هي ما حبتش سليم هي بس بتحب نفسها وما كانتش عايزة تحس انها خسرت فكل اللي بتعمله ده علشان ترضي غرورها مش اقتر بس لما لقت اهتمام وحبها ايه اتغيرت وحسام خلها فعلا تعرف معنى الحب وبدأت تنسى سليم واتجاهلته تماما وخاصة بعد محسن قرر يتجوزها رسمي قبل ما البيب اللي في بطنها يتولد وعمري بدأ يشتغل جديد وغير من شكله لان دماغه حلوة ونظيفة ودري ينجح بسهولة وبسرعة وسرين كانت بتدعمه وسمحته وعرفته على حياة ونغم اللي رجع لهم اقه وسند حقيقي وحياته بقت احسن وافضل كتير وبدأ يتعلم ان الحياة مش بتقف لما بنخسر حد غالي المفروض يكون ايماننا وثقتنا بربنا اقوى من ضعفنا بكتير لان ربنا دايما بيكون لحكمة في كل حاجة بتحصل حتى لو احنا ما في مناجة وسليم ونغم كانوا قاعدين مع بعض والحد دلوقت سليم لسه ما يعرفش ان نغم حامل وهي مش عارفة تقوله ازاي وكانت محتارة وهو لاحز انها سرحانة ومش معاه حبيبي سرحان في ايه لا ابدا ولا حاجة ومن غير ما تاخد بالها حطت ايدها على بطنها وسليم لاحز وافتكن لما كانت تعبانة كانت كل شوية برضو بتحط ايدها على بطنها نغم اوانت كويسة انت لا بتحط ايدك على بطن الكتير كده انت تعبانة لا مش تعبانة والتفتت الناحية التانية واستجمعت شجعتها وقالت سليم انا حامل وسليم فتح بقوم تنع وساكن ونغم اتفتت لقاته كده فضلت تضحك عليه وهو قام وقرب منها نغم انت بتكلمي جد ولا بتهزري ونغم بدلع لفت ايدي حوالين رقبته لو مش عايز بلاش يا لهوي مش عايز ايه ده لما صدقت وشالها ولف بيها وبعدين اخدها وحطها ع السرين وقرب منها ومرة واحدة تليفونه بيرين هي خربت كده ونغم فضصت من ضحك على منظره قالو قالو يا زفت عايز ايه انا اللي زفت والا انت اللي ما عندكش دم الحفلة بدأت يا استاذ وانت لسه مش جيته يا لهوي نسيت يا ابني نسيت وحيات امك نسيت خطوبتي انا اختك طيب ونغم كمان نسيت خطوبة حياة وتيم يا عم ما كناش فضيين اخرز بقى وربنا انتو بتهزره نصي ساعة وتكونوا هنا خلاص يا عم جايين وقفل معه ورجع لنغم تاني اللقمت وقفت وقالت على فكرة احنا تأخرنا فعلة يا ربي وسليم مسكها من ايدها تعالي هنا انت رايحة فين يلا علشان نلبس ونمشي نمشي فين احنا نعيد المشهد تاني استني كده اكشن تاني مرة وشدها عليه سليم بلاش قلة ادب يلا هنتأخر وهيزعله وجرت من قدامه بسرعة ماشي يا حوري هتروحي مني فين وبيلبسوا وبيروحوا الحفلة وبكون جميلة جدا بكل تفاصيلها ونور وحياة ونغم بيكونوا اميرات وكل بيكون مبسوط بهم جدا وبتخلاص الحفلة وبيحددوا كتب كتاب نور وعمد وحياة وتيب والفرحة بيكون كبيرة وفي شاقة سليم نغم في الحمام وعمالة بتصوت سليم سليم الحاني مالك يا نغم فيه ايه افتحي طيب مش اعرف افتح وبيكسر سليم الباب وبيدخل يلاقيها وقفة في جنبه خايفة مالك يا نغم خايفة كده ليه وبيبصوا قدامها وبيلتفت سليم بيلاقي صرصور صرصور تاني يا نغم صرصور تاني يا نغم معكبت كده انا مالي الزعوة بعد ان انت سبت وخرجت بقى بيلاقي عليك ينفع روح له ويسيب الجمال ده كله فلاص انا ماشي من هنا ماشي رايحة فين تعالي هنا وبعدين هتمشي كده وبتبص نغم لنفسها بتلاقي انها مش عليها حاجة غير فوطة وبتتكسف وبتزعق مرة واحدة سليم اطلع برا وربنا ما ينفع والله يلاقي اعدى على السرير وبيروح يودع على السرير ونغم بغزء اطفال انا مالي الزعوة بقى خلاص موت السرسوري الاول لا اماوته ايه انا بقول نمشي من الشقة دي عشان حواراتها كترت وبصراحة انا خايف ونغم بتضحك عليه وهي حط ايدها في وسطها وهو اضغز وقام عليها ومسكها وحطها على السرير وطفى النور سليم بالله انا خايفة مضلمة انت عارف ولا النور علشان خطري قولي لي بحبك الاول وقاموا ولا النور ولو ما قلتش بحبك هطفي تاني لا 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 خلاص بحبك اخيرا قلتها بحبك يا حوري وبدأ اللي اتنين حياتهم تكون هادية ومستقرة واللي اتنين بيعينوا بعض على الطاعة ومع بعض في قيام الليل وبيسمعوا البعض ورد يومي وسليم بقى ملتزم جدا وحياته بقى لها معنا احنا كلنا بشر مش ملايكة وكلنا بنغلط بس كلنا جوانا حاجة حلوة كلنا جوانا خير كل اللي محتاجينه ان حد يقدر يلمس الحاجة الحلوة اللي جوانا ويحركها وتمت بحمد الله وبجد شكرا لكم والدعمكم دمتم بخير واتمنى ان انتم تقولوا رأيكم في الرواية لانها تهمني واستنوني في رواية جديدة وبشكر الكاتبة شرينزكي على كتابتها للقصة الرائعة واستنونا في قصة جديدة وما تنسوش تدعمونا واستنونا في قصة روح الصار هنكملها معاكم وما تنسوش تدعمونا باللايك الجميل والشير علشان احنا بنكبر بكم وليكم دمتم سالمين اشوفكم في امان الله